بمختلف الفقرات اكتواليتي ماتينان اكتواليتي ماتينان الاكتواليتي لليوم مش كنا تحديدا من معتمدية حفوز بالتعاون مع ندي الأطفال المتنقل فما يوم تحسيسي حول النظافة تحت شعار في البيئة السليمة حياتنا كريمة أكثر تفاصيل حاضر معنا زميلنا عبد الحميد السلمي مرحب بيك وصباح النور أهلا مريم صباح الخير تحية إليك وإلى كل زملائنا الأفاضل الذين عودونا على الإبداع وعلى الإبداع وتحية كذلك إلى مستمعين الأوقية لإذاعة الحياة في البداية مريم اتنحي لي أن تحضر مفردات من أجمل المعاني التي كانت مرسومة في إحدى الجدوران بمدرستي في زمن طفولتي وهي كيف ما تتربى الناشئة اليوم يكون الشعب غدا وما تزرعه نوادي الأقفال في ربوع هذا الوطن في عقول أبنائنا وبناتنا من أدور الألم والمعرفة وقيم الإخلاق وفنون الإبداع في كل المجالات إلا وننعم بعطره وألوان وروده في السنوات اللاحقة اليوم مريم نادي الأقفال بحفوظ كما ذكردي وبالتعاون مع نادي الأقفال المتنقل يفتحون نافذة مشرقة أمام روادها حول محور جوهري وهام ليوم تحسيسي حول النظافة تحت شعار في البيئة السليمة حياتنا كريمة لتحفز بذلك الأقفال على مزيد المحافظة على النظافة وترسيخ هذه القيمة الإخلاقية والصحية لدى الناشئة والتعرف على أهمية النظافة للميقاية من عدد الأمراض قبل أن نمر إلى السيدة المديرة حسنة جريدح مديرة نادي الأطفال اسمحي لمريم نتمنى أن تتوسع مفهوم معنى النظافة ليشمل نظافة الفكري ونظافة السلوكي وتعارة النفسي والقلبي حتى تكون الأجيال القادمة من أحسن الأجيال على الصعيد العربي ولما لا على الصعيد العربي نعود إلى هذا النشاط بأكثر وضوح تنضم إلينا مشكورة السيدة حسنة جريدح مديرة نادي الأطفال بحفوز صباحا نور مدام حسنة مرحبا بيك على مجلسة رجل حياة تفاني مرحبا بيكم إذاعة الحياة الأتقام صباح الخير مدام مريم أنا مديرة نادي الأطفال حفوز مرحبا عايشة في إطار المبادرة الوطنية للنظافة اللي هي سنة النظافة 2023 ومن أجل ترتيخ صلوك سليم وواعن تجاه البيئة والمحيط وبهدف الرفع من مستوى الوعي البيئي وترتيخ المسئولية الذاتية في الحفاظ على نظافة المحيط ينظمين طبعا النادي الأطفال حفوز القار والنادي المتنقل بالتعاون مع النادي المتنقل حفوز يوم توعى وتحسيسي حول النظافة تحت شعار في بيئة النظيفة حياتنا كريمة ويتمثل برنامج في محادثة طبعا سننزلق بمحادثة وحوار منظم مع الأطفال حول النظافة الشخصية ونظافة البيئة وأهمية نظافة البيئة والمحيط عرض حول النظافة الشخصية سيكون يعني هذه المحادثة ستكون مدعمة وثارية بعروض يعني عرض فيديو حول النظافة الشخصية ونظافة المحيط ثم ومضاء التحسيسية ورشاة بعد المحادثة ستكون هناك ورشاة ورشيد في الرسم والبراعة اليدوية جدارية ثم حملة نظافة سيكون هذا الفعل يعني ممارس بحملة نظافة في حديقة النادي وتهيئتها ثم بعد ذلك سيكون هناك تنشيط جماهيري بطبيعة الحال لتكون هناك مراوحة في الأنشطة للأدسي لتفادي الملل وسنختتم بتقييم اليوم التحسيسي وطبعا دائما نحن نعمل على بناء مواطن صالح ومتصالح مع ذاته ومحيطه وان شاء الله بلادنا ديما نظيفة وأطفالنا ديما نتنايزي وشكرا يعني شكياتيك صحة مدام حسنة جريدة قدش نحب ومثل هذه الظاهرات اللي هي تغرس في أطفالنا اللقليم مدام مارين هذا برنمج يمتد فيل السنة 2023 ولا يقتصب على هذا اليوم بل هو متواصل على انتداد السنة وسيكون متنوع بالشراكة مع عديد المؤسسات في معتمدية حفوز وان شاء الله يا ربي أطفالنا نرسخ فيهم هذه القيمة التامينة التي يجب أن يتبنيها كل الأشخاص وان شاء الله بالتوفيق إن شاء الله بتوفيق لكم مدام حسنة جريدة مديرة نيدي الأطفال بمعتمدية حفوز وشكرا لكم على مثل هذه الظاهرات هذه اللي أنا جيما قلت هذه اللي نحب ورسوه في صغيراتنا نحفزوهم على المحافظة على النظافة القيم الأخلاقية الصحية اللي بها رهي تبنى شعوب لحقيقة رهو إذا كانت تغرس بصغيراتك رهو أعرف لي بشكور عندك شعب متحذر وخاصة أهمية نظافة للوقاية من عديد وعامل عديد ميلاء الأمراض شكرا لزمينا عبد الحميد أساني مباشرة من معطمة ديد حفوز كنت هيذي الأكتواليتي ماتينال أكتواليتي ماتينال